على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة بين حكومتي بغداد وأربيل يثير التصعيد المتبادل بين حكومتي السوداني وكردستان العراق المخاوف من إدخال البلاد في أزمة جديدة عنوانها الصراع على الموارد والإخلال بالاتفاقات المسبقة التي تشكلت بموجبها حكومة السوداني حكومة أربيل برئاسة مسرور بارزاني تتهم حكومة بغداد بانتهاك الاتفاقات مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية بينما ردت حكومة السوداني بنفي الاتهامات وتأكيد إيفائها بالالتزامات تطورات تأتي بالتزام مع زيارة مسؤولين أكراد إلى بغداد وعلى رأسهم مسرور بارزاني زيارة قال مسؤولون إنها حاسمة بالنسبة لأربيل التي تتعرض لضغوطات داخلية وخارجية طابعها سياسي وإلى الآن لم تتدخل الإدارة الأمريكية بين طرفي النزاع في العراق ولم تقدم أي حلول ومقترحات إلا أن واشنطن غير راضية على عدم التزام حكومة بغداد بتعهداتها لحكومة أربيل بحسب مسؤولين أكراد بينما اكتفت وزارة الخارجية الأمريكية بدعوة السلطتين إلى حل الخلاف بينهما فيما يتعلق بتقسيم أموال الموازنة ويرجح مراقبون تدخل واشنطن للضغط على حكومة السوداني في حال لم يتوصل الوفد السياسي الكردي في بغداد لنتائج ملموسة تحتوي الأزمة وتضع الحلول على طاولة المفاوضات لا سيما بعد الرسالة التي وجهها مسرور بارزاني للرئيس الأمريكي جو بايدن حيث ناشد الأخير بالتدخل في الأزمة المتفاقمة مع سلطات بغداد وأعرب عن مخاوفه من احتمال انهيار كردستان في حال تركت الأزمة دون حل وثقا لموقع المونيتور الأمريكي المونيتور ذكر أن إيران لها يد في استمرار الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل دون حل حيث تستغل طهران تلك الخلافات وتعدها فرصة لتحقيق مكسب متمثل بطرد قوى كردية إيرانية مناهضة لها خارج حدود كردستان وتهدد باجتياح عسكري لأربيل في حال لم تستجب الأخيرة لمطالب إيران ترجمة نانسي قنقر